درسنا اليوم عن الدستور تعريفه وأدواره ما هو الدستور؟ أي دول بالعالم عندها دستور دستور هو القانون الأعلى والأهم بالبلد وكل دولة بالعالم عندها دستورة الخاص فيها وممكن بعض الدول مثل لبنان ياخدوا دستورهم وينقلوا عن دستور آخر مثلا لبنان لما كان بظل الانتداء بالفرنسا أخد دستوره من الدستور الفرنسا وأكيد ممكن نقوم ببعض التعديلات أو التغييرات بالدستور ما ننقله حرفيا بحسب مميزات كل البلد وخصوصيته من ماذا يتألف الدستور؟ الدستور هو مجموعة من القواعد والمبادئ عندها عدة أدوار أهم أن نتحدد مين ياللي بيتولى السلطة أي مين ياللي بيحكم مثلا بلبنان نحن بيحكم عنا رئيس الجمهورية بعينه النواب يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اللي هي الوزراء وأكيد بتحدد نظام الحكم مثلا الحكم البرلوماني بلبنان أو الجمهورة أو الملكة إلى آخره كمان بتحدد دول المؤسسات بالدولة مثلا عمل مجلس الوزراء ودوره وبتحدد العلاقات بين الناس وبتنظمه كمان العلاقة بين الناس والسلطة ياللي بتحكمن مثلا مين عنده واجبات معينة مين عنده حقوق معينة وبتحدد شو الناس عنده حريات يعني شو دورك الانسان وعلى شو لازم يحصل كيف بيتم وضع الدستور؟ أولا بيصير فيه هيقة تأسيسية من أشخاص اللهم علاقة بالعمل القانوني أو بيقوم مجلس النواب من خلال لجنة خاصة بوضع مسودة للدستور ثم بيتم التصويت للموافقة عليه من قبل مجلس النواب وببعض الدول بيصير فيه تصويت مباشر من الشعب تصويت المباشر من الشعب بيكون اسمه استفتاء وهذا الاستفتاء بيحصل أوقات لما بدون يعدلوه مش بس لما يوضع الدستور فينا نعدل الدستور بس لتعديله بدنا أغلبية من النواب يوافقوا على هذا التعديل ولما يصير عنا دستور منصير مجبورين نخلي كل الاقوانين مطابقة لأله مثلا إذا بدنا نقول بقانون معين أو نص بقانون معين على قرار بده يلتزم فيه الشعب هذا القرار لازم يكون موجود بالدستور أي لما نعطي بالقانون نقول الإنسان عنده حرية الرأي لازم الدستور كمان يكون ناصس على حرية الرأي والدستور يجب أن يتطابق مع الأعلانات أو الاتفاقيات الدولية يلي بيكون البلد ماضي عليها مثلا دستور لبناني لازم يكون متطابق مع الأعلان العالمي لحقوق الإنسان يلي لبنان ماضي عليها ما هي الشرعية؟ الشرعية أو لما تكون السلطة شرعية هي لما تشتغل بحسب الدستور وشو بنص الدستور؟ ويكون أغلب الشعب موافق عليها كما أنه هالشرعية بتعطي قوة قوة وسلطة للحكام يعني لما الحكام يلتزموا شقاية للدستور ويكونوا قدوة للناس والناس يكونوا بأغلبيتهم موافقين عليهم بتكون سلطة قوية وقدرة تحكم وبتسهل عملها وبتسهل كمان أنه الناس يقبلوها وإذا ملتزمت بالدستور والقوانين بتكون هادي السلطة غير شرعية يعني فاقدة للشرعية ما هي دولة القانون؟ دولة القانون هي الدولة اللي بتنظم العلاقات بين الناس وبتنظم العلاقات بين الناس والسلطة الحاكمة وبتتعامل مع المواطنين جميعا بطريقة متساوية يعني ما بتفرق بين الناس لا على أساس اللون ولا الدين ولا العرق ولا المناطق اللي بينتموا لإلى ولا أي سبب من أسباب التفرقة إنما جميع المواطنين فيها بيكونوا متساويين عندوا نفس الحقوق نفس الواجبات ونفس الحريات اللي بيتمتعوا فيها جميعا حتى الحكام بهذه الدولة بيكونوا خاضعين للقانون وعندوا نفس الحقوق والواجبات مثل باقي أفراد الشعب شكرا على المشاهدة